أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة أعلى لانقراط نشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس المنعقد في روسيا للتحادية حيث أوضح جبالي أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليا تحديات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات مضيفا أن الأمال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطري وآليات التعاون الدولي إلى أفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي